موسيقى أيها سيدات وسادة أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة والتي نستعرض فيها معكم أنتم ومع ضيوفي لهذا اليوم الأستاذ الإعلامي لطفي زيتون والصحفي والمحلل السياسي محمد عيش فيهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام قبل أن نبدأ بما سيطلعون عليه ضيوفي الكرام في عدد الصحف الإنجليزية والعربية نبدأ باستعرض بعض العناوين من بعض المدن والعواصم العربية ونبدأ من جريدة الخبر الجزائرية التي عنوانت اختفاء غامض لرضيعة بسوق أهراس والوالد لا يستبعد أن يكون الضبع قد أكلها الطفلة دعاء كانت تلعب أمام مسكن والديها عشية العيد وإلى اليمن وهناك عنوانت جريدة الثورة 13 ألف سيارة خليجية تعبر ثلاثة منافذ برية يمنية محملة بألاف المشجعين وذلك لحضور بطولة خليج عشرين وفي لبنان عنوانت جريدة النهار اتفاق سليمان والأسد على مواجهة كل الاحتمالات لقاءة ذكرى الاستقلال تحرك الجمودة الحكومي وإلى الكويت وهناك عنوانت جريدة الرأي تحقيق نيابي في فضيحة أكاديمية سعد العبدالله وهذه الفضيحة كانت جريدة الرأي ذاتها قد كشفت تفاصيلها في عددها أصادر يوم أمس وكنا قد تناولناها في البحرين عنوانت جريدة أخبار الخليج زيادة حجم التجارة بين البحرين وأمريكا بنسبة 25% نبقى خليجيا وفي الإمارات العربية المتحدة كتبت جريدة الاتحاد هيئة البيئة في أبوظبي تنجز 12 محطة تحلية للمياه بالطاقة الشمسية وإلى جارة القطر وشرق القطرية وواشنطن تنتقد الحرب على الإسلام في أوروبا وتدين التمييز الدينية في إسرائيل ومن جديد رحب محمد العيش ولطفي زيتوم مرحبا بكم ضيف الكرام أستاذ محمد العيش اليوم تناولت العدد كبير اليوم من الصحف المصرية المواقع الإلكترونية الفيسبوك وغيره قضية عودة الأستاذة والداعية عمر خالد إلى مصر من أجل إلقاء محاضرة له بكثير بين مؤيد ومعارض إذا هي تناولتها نعم هذا الصباح فوجئنا بضجة تشغل الشارع الإعلامي في مصر بشأن عودة الداعية المصري الشهيرة عمر خالد إلى مصر وشروعه في عقد لقاءات جماهيرية أو نيته وعقد لقاءات جماهيرية ومن ثم إلقاء الدروس على أعداد كبيرة من الناس وهذه لأول مرة منذ ثمانية سنوات حيث كان عمر خالد ممنوعا من مثل هذا التواصل الجماهيري وكان أيضا يوجه رسالة من على جبل عرفة حيث كان يؤدي فريضة الحج إلى الجماهير المصرية يقول لهم أبشركم في هذا العيد بأنني عائد بمجرد الانتهاء من فريضة الحج وسألتقي بكم ونقيم وجه المنتقدين كان بعض من الحزب الحاكم بهذه الخيمة نعم الجدل الذي يشغل الشارع المصري هو في المفاجأة التي عرف بها الناس هذا الصباح أو اليوم وهو أن عمر خالد سيلقي أول دروسه يوم غد في مدينة الإسكندرية في مقر مرشح الحزب الوطني عن دائرة الرمل وهي دائرة مهمة يتنافس فيها مرشح عن الحزب الوطني يشغل منصب وزير التنمية المحلية حاليا هو وزير في مصر وينافس مرشح قوي من مرشح جماعة الإخوان المسلمين حيث سيستضيف هذا المرشح عن الحزب الوطني الداعية عمر خالد يعني فيما يشبه أو فيما نستطيع أن نقول بأنه ضربت معلم من الحزب الوطني لمرشح الإخوان على الأقل في هذه الدائرة إن لم يكن على مستوى الجمهورية بأكملها حيث سيصار إلى استثمار هذا الحدث ولا نعلم في الحقيقة عن طبيعة اللقاء الذي سيعقد غد في الإسكندرية والذي بالتأكيد ستتناول الصحافة المصرية من حيث المضمون ومن حيث تحليل هذا المضمون لكن الجديد أن عمر خالد يعود إلى مصر وأن عودته إلى مصر يعني الواضح أنها مرهونة باستضافة أو بمباركة أو بحالة من الرضا من قبل مرشحي الحزب الوطني الذين يبدوا واضحا جدا أنهم سيستثمرون عودة عمر خالد وسيستثمرون دروسهم من اليوم وحتى يوم الاقتراع في عملية الدعاية الانتخابية التي يديرونها بشكل أساسي ضد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين ودعني أشير إشارة أخيرة إلى أن عمر خالد أصلا كان واحدا من الذين تربوا في مدرسة جماعة الإخوان وهذه هي المفارقة تربوا في مدرسة جماعة الإخوان وأصلا صعد نجمه على حساب وكثير من شباب الإخوان لكن أستاذ نطفق ابناتي على الموضيع اللي أريد منك تعليقا بسيطا هل ممكن أن يتأثر شعبية أي داعي أو أستاذ أو إلى ما هناك أو عالم عندما يدخل في معترك الانتخابات على شعبيته على مصداقيته ولا كيف يعني نحن من لا يجب أن نبال في حجم هذا الداعية ولكن الدلالة الأساسية من هذا الذي يحدث أن الموضوع الإسلامي أصبح موضوع تنافس بين الأخوان المسلمين والحزب الوطني بحيث يمكن القول أن الأخوان نجحوا في جذب الحزب الوطني لسحاتهم ثم الصيفة الإسلامية لن يقتنع الناخب بمجرد أن عمر خالد زارة خيمة أحد مرشحين حزب الوطني قد تحول الحزب الوطني إلى حزب إسلامي فأهمية الموضوع الإسلامي في هذه الانتخابات وأهمية التدين وأهمية الشعار الإسلامي في مصر عموما هذا ما يتكشفه الدلالة الأساسية لهذا الذي يحدث أما عن تحول عمر خالد هذه معارك كبرى يتحول فيها الناس من هذه الجهة إلى تلك الجهة بالإغراءات والإكرهات ليس شيئا جديدا هذه التحولات في الأشخاص والظاهر أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي جرت الحزب الوطني إلى مربع التدين ومربع الدين الإسلامي فضلا بدل أن يجر الحزب الوطني جماعة الإخوان إلى أن ينافسوها أو أن تنافسوها في المجالات التي عادة ما يروج لها به ترجمة نانسي قنقر